اكد انمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي انه مواجهة النصر في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي الثاني من اكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك ها مباراة باء ثلاث نقاط فقط وقال انمار الحائلي في تصريحات نشرتها جريدة اليوم السعودية انه الاتحاد جاهز لمواجهة النصر وها مباراة باء ثلاث نقاط مضيفا انه البرازيلي رومارينيو يستجيب للعلاج واذا لم يشارك في اللقاء فالخير في بقية اللاعبين وكان البرازيلي رومارينيو مهاجم نادي الاتحاد تعرض للاصابة العضلية في لقاء الخليج بالجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي واشار انمار الحائلي الى انه قيمة رعاة نادي الاتحاد تفوق العشرون مليون ريال والادارة سوف تعلن عن رعاة جدد في الايام القليلة المقبلة واوضح انمار الحائلي انه الادارة تعمل على تخفيض الديون الى 70 مليون ريال خلال الموسم المقبل ولم توقف في تحقيق البطولات رغم انها تعمل على ذلك بقوة وانهى انمار الحائلي حديثه بانه تلقى خطابا من الاتحاد السعودي من اجل تأكيد منه على الوقوف بجانب الجميع ومع الحق وليس ضد فريق معين متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد